معنا من الكويت السيد ماهر مرزوخ وهو الرئيس التنفيذي لشركة نور كابيتل ماركتس مرحبا بك سيد ماهر لنتحدث عن هذه البيانات الصينية بداية هل فعلا واضح أن الصين تدخل في مرحلة تباطئ تدريجي وقد تكون الصورة ربما إلى حد ما أكثر سلبية مما تم توقعه منذ بداية العام طبعا الأرقام تأتي متتالية مخيبة للآمال في الاقتصاد الصيني حدث اكتكرت مؤشر الأسعار الأسبوع الماضي جاء تراجع كبير في الواردات والصادرات هناك مشكلة كبيرة في الاقتصاد الصيني خاصة في مؤشر الاستهلاك هناك نقطة ضعف الاقتصاد الصيني ونقطة ضعف كبيرة يتختلف عن الاقتصاد الكبيرة أن الاستهلاك عندهم قليل استهلاك المواطن الصيني فأعتقد هناك الكثير من المشاكل شفنا الحكومة أو البنك الشعبي قام بالكثير من الأمور لتحسين الأوضاع ولكن نرى أن نسبة النمو أقل من المتوقع وهناك الكثير الذي يريد فعله البنك الصيني لتحسين الأوضاع في الصين وهي تؤثر على الاقتصاد الأخرى بطبيعة الحل وواضح كان هناك تصريحات لمحافظ بنك الشعب الصيني أو لهذا البنك يقول بأننا سوف نجعل العملة عملة اليوان من العملات العالمية بحلول 2020 بطبيعة الحال هل نحن أمام مشهد متكرر من عمليات ربما التخفيضات أم سيتولى ربما الارتفاع المتكرر لأسعار الدولار ربما أن تؤدي هذه المهمة وقد تتأجر ربما هذه الخطوات بالنسبة للصين لا أعتقد أنه يقف مكتوفي الأيدي ولم يقف قبل ذلك أعتقد أنه يرى ست مرات تقليص في الفائدة منذ نوفمبر السنة الماضية لا أعتقد أنه يعيروا اهتمام كبير بارتفاع الدولار أو ارتفاع العملات الأخرى أعتقد كما يعتقد كثير من الاقتصاديون الاقتصاد الصيني بحاجة إلى الدعم بحاجة إلى تيسير كمي آخر متكرر شفنا في البنوك عملية إنقاذ أو على أقل وقف النزيف في الأسهم الصينية فأعتقد سيقومون بدون أن يعيروا أي اهتمام لما يحدث للفيدرالي ما يحدث للدولار أو عملات أخرى فأعتقد أنه سنرى في 2016 تكرر المزيد من تقليص الفائدة على اليوان وربما ضخ سيولة وتغيير قوانين في البنوك الصينية لتشجيع على الأقل الاستلاك الداخلي وتحسين الأسهم الصينية كذلك نعم ولنرى تحركات أسعار العملات في هذه المرحلة والضغوط المتواصلة على اليورو سوف نكون نبقى معك سيد ماهر لكن لنذهب إلى فاصل قصير إليك سيد ماهر ونبقى أيضا في المنطقة الأوروبية الاسترديني اليورو يبدو أن مصار هذه العملات إلى تراجعات هل هناك من مستويات حتى عادت الأسواق ربما لتدداول مصطلح التعادل سعر التعادل ما بين اليورو والدولار هل بات مقبولا فعلا في هذه المرحلة هو كان دائما مطروح أمامنا وقت طويل حتى يصبح التعادل بين الدولار واليورو ولكن نحن في طريقنا له يعني شفنا اليورو يخسر 17% من قيمته أمام الدولار بسنة 2015 هناك الكثير من الضغوط يعني احتمال قرار الفيدرالي يضغط كثيرا على العملات هناك التسير الكمي أيضا في أوروبا لا أعتقد أنه من أسوأ الأخبار بالنسبة لأوروبا لأن أوروبا عانت لسنوات كثيرة من ارتفاع الكبير لليورو وصادراتها عانت كثيرا أعتقد أن الفيدرالي يحمل المفاتيح العملات الرئيسية خاصة والناشئة أيضا فأعتقد كل الأنظار في اتجاه ماذا سيقوم به الفيدرالي في اجتماعه في منتصف الشهر القادم نعم والكل إذن فعلا مترقب لهذا الأمر لكن بالنسبة لمحافظ بينك إنجلترا المركزي أعطى ربما صورة سلبية أكثر عن وضع الاقتصاد وحتى فيما يتعلق أن مستويات النمو قد تتأخر لتظهر بارتفاعاتها حتى 2016 بطبيعة الحال أيضا للإستاليني ما هي المستويات التي يتحرك ضمنها وأيضا مستويات الدعم المقبلة لهذه العملة أعتقد أنه كما ذكر قاني أنا أمام لم ينمو الاتصاد البريطاني بالشكل المطلوب لم ينمو وهو في حالة ليست بجيدة كما هي الحال في أمريكا كما قلت نحن ننتظر الفيدرالي ماذا يفعل الفيدرالي هو ما سيقرر سعر صرف العملات الرئيسية بالنسبة للإسترليني واليورو هناك نحن ندخل في موسم بيع التجزئة أو العياد في العالم الغربي خاصة في أوروبا وأمريكا فنحن في انتظار كثير قبل أن نرى اتجاه هذه العملات ولكن أنا أعتقد أنه اتجاه العملات مثل الإسترليني واليورو سلبي بالنسبة إلى الدولار نعم وباعتبار أيضا نحن مقتربين من موسم الأعياد الذهب كيف يتصرف أم برأيك الذهب لن يعيد يعني بعد هذه التصريحات أو حتى فيما يتعلق ببيانات الوظائف الأمريكية كانت قد أسرت عليه بشكل واضح هل الذهب أمام أيضا مرحلة جديدة من التراجعات مستويات أيضا التي خسرها في هذه المرحلة هل أيضا تعطينا دلالات أنه سيخسر مزيد من المراكز؟ أكيد أكيد الدهب يعني يكره ضغوط مثل ضغوط مثل رفع الفائدة واستقرار في الاقتصاد خاصة الاقتصاد الأمريكي وقوة الدولار نعم الدهب لم يعد ملاذ آمن في الوقت الحاضر يعني أعتقد هناك مستويات نراها قرابة الألف كنا نتكلم كثير بالشهور الماضية أنه ربما يكسر حاجز الألف ولكن أصبحت ربما حقيقة خاصة إذا ما قرر الفائدة متى من الممكن أن نراها سيد ماهر؟ متى ممكن أن نرى الألف دولار؟ أو كسر الألف دولار؟ نعم نعتقد أنه الفدراليس يقوم بتقليص الفائدة عدة مرات في 2016 أعتقد ربما نرى في نهاية الـ 2016 الربع الرابع أو آخر الربع الثالث ربما نرى أنه انكسار للدهب ويكسر حاجز الألف دولار لا نرى للدهب أداة كبيرة الآن لحفظ الثروات أو الهجن أو يحميك من الانفليشن فأعتقد أنه لم يعد بريقه كالأول كملاذ آمن في الوقت الحاضر والوقت المتوسط إلى أين تذهب ربما من يتخرج من الذهب أو حتى بطبيعة الحال يعني باعتبار أنه في تغير في وجهة الاستثمارات عالميا أين تذهب أكثر الاستثمارات حاليا؟ هل تتوجه إلى سوق الأسهم برأيك؟ لا أعتقد أن السوق الأسهم سيكون ضحية أيضا لرفع الفائدة رأينا يعني عندما جاءت الأرقام القوية في تقرير الوظائف الأمريكية شفنا تراجع في الأسواق مش بس الأمريكية العالمية أعتقد أن هناك هروب للثروات لشيء يعني الدولار سيعطي ناتج إذا ما رفع الفائدة وهروب من الرسك في الأسهم خاصة أنه إذا اشتد زخم الدولار سنرى كثير من التأثير على الشركات العالمية الأمريكية التي تقوم بالأعمال خارج البلاد بسبب قوة سعر الصرف للدولار فسنرى اتجاه جديد للاستثمار وطبعا كلما زادت الفائدة قل الاقتراض لدخول في عمليات مثل شراء الأسهم أو شراء الذهب ونبقى أخيرا أيضا مع النفط وأيضا هذه التصريحات التي نسمعها مؤخرا بالنسبة لأوبك بأننا لا نستطيع أن نقف أن نكون لوحدنا نتحمل عبء تخفيض الإنتاج مساوية النفط أيضا كيف نراها سيد ماهر هل ابتعدت قليلا على الأقل حتى نهاية العام عن مساوية الخمسين دولار أما تزال خمسين دولار محتملة في هذه المرحلة خمسين وأقل أعتقد أن الطلب على النفط لن يكون كما هو عليه في السنوات السابقة سنراه ربما أقل رغم تقلص الإنتاج في النفط الصخري لكن سنرى تراجع أيضا في الطلب لا أعتقد أن أسعار النفط سيكون لها دافع كبير خاصة هناك تباطة في الأسواق الصينية لا أعتقد أن نرى النفط يكسر حاجز الخمسين في 2016 سيبقى في المستوى الخمسة وأربعين لفترة طويلة لأنه لن يصلح أسعار النفط إلا وزياد الطلب وتحسن اقتصاد خاصة في الاقتصاد الصيني أشكرك سيد ماهر مرزوخ وأنت رئيس التنفيذي لشركة نور كابيتل ماركتس على كل هذه المعلومات